وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 806 قضايا تمونية مستندية وعينية بمضبوطة بلغة 911 طن وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 258 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 629 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 24 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 983 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 398 طن